تواصل دولة الكويت تقديم كافة أنواع الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء في السودان خلال أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق عدة في السودان حيث قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السودانية بتوزيع مساعدات للمتضرين من السيول والفيضانات في منطقة واوسي شمال الخرطوم الشعب والحكومة وكلهم يوقفوا معنا ودماءه والمرة برضو حصل علينا السنة الفاتحة حصل علينا برضو والله جزاهم الله خير بهذه الدعوات استقبلت الأسر المتضررة من السيول والفيضانات المساعدات الكويتية فرحة عارمة أعلت وجوها الأسر التي فقدت المأوى والممتلكات حتى الصغار وجدوا نصيبهم من الدعم الكويتي قصص إنسانية تدمي القلوب تعرضت لها الأسر في أسوأ كارثة طبيعية لم يشهد السودان منذ أكثر من مئة عام الآن جونا أخواننا الهلال أحمر الكويت جزاهم الله خير يعني قدموا مساعدات ما شاء الله جزاهم الله خير دعمي ممتاز ما أغسروا أمي أنا مسكينة وقاعدة معي في البيت يشهد الله واخونا واحد وما عندنا حاجة مساكين لي الله بخواتي فتوات هذي الكبار يشهد الله أقول لك الحق وابونا متوفي وما عندنا أي شيء بس دائرين حاجة نبني لهم أمنا نقعد فيها انتهيت من كل حاجة بحد ما أي أقف لي خائم حشان ما بدون لها ما عندي حاجة لعندي ولد ببني لعندي راجل ببني عندي بنت وعند أطفال بس الحاجة اللي بيجيبوها تم استعدالوا حكومة الكبار دي نشكر لا من نموت ونشكركم معها لا من نموت وأي إنسان بيجينا هنا نحن نشكر ونشلوا في رأسنا ونقدروا ونشلوا في رأسنا دا وفدو جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني استطاع أن يدخل الفرحة عليهم وهو يقوم بتوزيع المساعدات التي قدمتها دولة الكويت إن شاء الله اليوم بدأنا بإنشاء مخيم لإيواء الأسر التي تضررت من نتيجة الفيضانات وهربت من منطقتها إلى المنطقة هذه وإن شاء الله سيتم توزيع المواد الإيقاثية من مواد غذائية من بطنيات وفرش وأشياء متنوعة لم يكتفي وفدو الهلال الأحمر الكويتي بتقديم المساعدات بل أنشأ مخيما طبيا لمعالجة الذين تضرروا وأصيبوا من الفيضان وكانت قد وصلت الخرطوم الأيام الماضية ثلاث طائرات إغاثة كويتية تحمل أكثر من 120 ألف طن من مواد الإيواء والغذاء والدواء ومضخات المياه بتوجيه من الحكومة الكويتية في عقاب إعلان الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بعد فيضانات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من مئة عام الصورة أبلغ من التعبير ها هي دولة الكويت تصل المتضررين حيثما كانوا وأينما وجدوا لتلفزيون دولة الكويت أماني عبد الرحمن السيد الخرطوم